هتغير حياتك وبيتك هتغير ولادك وجوزك هتخلي دايما حياتك ماشية زي ما بتحب وتتمني من زمان تعالوا مع بعض نشوف الوصفة أو الطريقة دي اللي هتخلصك من كل الحسد والسحر اللي موجود في البيت مهما كبر حتى لو كده بتصحي الصبح بتلقي حاجات مرشوشة على عتبة بابك أو حاجات انت بتخطي عليها أو سحر جديم أو حسد أو يعني واقفة أو أمور كتير واقفة مفاش قبول تعالوا مع بعض نشوف المكون ده اللي بجد والله العظيم بخسما بالله كل اللي استخدموه يعني بص يغير حياتهم تماما وكمان من الحاجات السابتة اللي ما بتتغيرش مع الوقت هتلقي دايما حياتك للأفضل هتلقي دايما أمور قبول قبول في كل شيء السلام عليكم معاكم قناة روحانيات ست البيت اتنين تعالوا مع بعض النهاردة نسمي الله وهو أريكم طريقة سهلة ومكون ما فيش أسهل منه من المكونات اللي يمكن تقدر تستغني عنه بعد ما تشوفي الوصفة دي أو الطريقة دي المكون ده بيخفل عنه الجميع المكون ده من غير ما تعمل كشف كده ولا تدور انت عندك ايه أو الأمور دي واقفة في حياتك ليه أو المشاكل دي عندك ليه أو ولادك دايما بيتخانجوا جوزك دايما بيرجع البيت مخنوج بس يدخل البيت كده بيحس نفسه جافل أو بيحس نفسه مش قادر يتكلم بتحس دايما بخانجة في قلب البيت ودايما جلج أثناء النوم كمان لو الرزقة أو الماديات في البيت جلت جدا وحتى لو دخلت ما فيهاش بركة وبتحس فلوسك بتطير تعالوا مع بعض نشوف المكون ده اللي زي ما قلتلك ناس كتير ما تعرفوش بس والله العظيم لو عرفت جيمته لا يمكن تقدر تستغني عنه وعايز أقول لك إنه سعر وبسيط جدا جدا أغلب العطارين لما تروح تشتريهم منه وتقول له اسمه اسمه اللي أنا هقولهولك ده مش هيعرفوه بس انت عشان تختصر على نفسك ما تقوليش يعني بصي لو اللي جيت العطار اللي انت بتشتري منه مش عارف اسمه خلاص تقول له هاتلي كل الأنواع منه واختاري النوع اللي شبه ده بالظبط وابدقي اشتري منه الكمية المناسبة لك المكون ده هو عبارة عن البخور الأحمر الليلي هو اسمه كده ده اسمه بخور ليلي زي ما اتفاجنا قبل كده البخور العادي أو البخور المخلوط أو البخور اللي هو فيه بتكون عيون أو فيه حاجات كده هو خلطة معينة البخور ده بيكون للنهار ولي تبخيرة النهار وبيكون لشغل النهار وكمان في ناس كتير عندها نوع من أنواع العارض لمجرد ما تبخر البيت بأي بخور وخصوصا من البخور اللي بتاع النهار ده اللي احنا اتفاجنا عليه أو التاني نوعات التانية بتلاقي المشاكل بتزيد في البيت بتلاقي الخانجة زادت بتلاقي الأمور المادية تعطلت أكتر وأكتر وتسأل نفسها هو أنا ليه بعمل كده في نفسي هو أنا ليه الأمور يعني ببخر وبعمل كذا وبشغل كذا في البيت تمام فليه برضو الأمور مش ماشية بص هقول لك حاجة أنضف أنواع البخور زي ما اتفاجنا قبل كده هي أنواع البخور اللي ما فيهاش أي اختلاط أو أي حاجة مخلوطة بيها واللي بتسمى البخور الليلي أو البخور اللي بتبخر في الليل طيب البخور ده زي ما انتم شايفين أهو ما فيهوش أي اختلاط يعني أنت بتمسكيه كده الحبات بتاعته هتلاقيه صافي اللوم بتاعه أحمر وعايز أقول لك أنه في بعض العطارين بيسموا البخور الأحمر وفي بعض العطارين بيسموا البخور الليلي لو لجيت العطار بتاعك يعني هو موجود عنده بس مش عارف اسمه خلاص خديه لو لجيت أنه مش جادر يوصلك ليه أو مش جادر يعرفه وقولي له هات كل أنواع البخور اللي عندك والبخور اللي بيكون شبه ده هو اللي انت تاخدي منه كمية ما يعادل مثلا كبيتين كبيتين كبار من البخور طبعا عايز أقول لكم البخور ده كمان بيترش في بعض الأماكن يعني في بعض الناس كده بتبدأ تاخده كده وترشه كبوضر هنا هنستخدمه بطريقة مختلفة ولكن فيه ناس بترشه في البيت وهو جديد أو انت دخلة شقة جديدة علشان العطة بتكون فالها حلوة عليك أو أمورك دايما تتيسر أو لو حد رشش لك حاجة جديمة ولا حاجة يعني ما تأثرش فيك ففيه ناس بتجيب البخور ده وترشه في فترة الليل في البيت أو السكن أو الشغل اللي رايحة جديد أو كل مكان جديد بتنتجليله بين فترة والتانية وده الطبيعي طبعا لكن النهاردة هنستخدمه بطريقة مختلفة خالص كل اللي انت هتجيبيه هتجيبيه ما يعاد الكباية من البخور الليلي أو البخور الأحمر الصافي لمفوش أي اختلاط وهتبدأي ان انت يعني عايز اقول لك انك على كد ما تقدري على كد ما تقدري ان انت ما تحطهوش أو ما تبخريش بيه أبدا على فحم ما تبخريش بيه أبدا على فحم وأي بخور تستخدمي ما تحطوش على فحم كل اللي انت يعني هتعملين انت هتجيبيه شوية ملحة نجيبالك طبعا الحكاية عملية علشان خاطر الناس اللي هتقول لي عمليين انه عملي هتجيبي اي صاش كده هو أو اي حاجة تحطيه على البتجاز تستحمل النار ما تكونش جزاز يعني أو ما تكونش بلاستيك وتبدأ تحطي عليها طبقة خفيفة طبقة بسيطة كده هو من الملح هتفرديها كويس وتستنيها تسخن يعني خالص تسخن خالص لحد ما الملح لونه يغمج أو لونه يصفر لكن طبعا ما يسودش تمام طبعا انا هقول لك ازاي تعمليها وهقول لك امتى بالضبط ولكن بعد ما نجهزها بعد ما سخن الملح معاك وعملت منه طبقة خفيفة هتبدأ تجيب البخور ده اللي احنا شايفينه وتبدأ ترش شوية بشوية كده لحد ما تتأكدي انه عمل تبخيرة وطلع يعني الغبار بتاعه او طلع الدخنة بتاعته ومرريه كده في القوت بتاعتك وكل حاجة وعايز اقول لك انه التبخيرة دي كمان على عتبة باب الحمام على العتبة الخارجية ما فيش اي مانع منها شان فيه ناس بتقول لي وانا بعدي على المطبخ ابخروا بعدي على الحمام فده ينفع ينفع ما فيش مشاكل طالما انتي ما دخلتش الحمام فيش اي مشاكل بعد ما حسيتي انه خلاص اتدخنة بتاعتها هتهدى حط شوية بخور تانيين وحطيه على النار كمان مرة وهكذا وهكذا لحد ما تخلصي كمية الكباية اللي انتي حطاه طبعا احنا مش هنمسك بقى الخلطة اللي عملناها على النار دي وبخرنا بيها البيت اللي هي عبارة عن ملح عادي والبخور الليلي او البخور الاحمر فهتبدأ يتاخذي الملح اللي انتي جمعتيه ده شوية الملح اللي انتي جمعتيهم بالبخور بكمية البخور دي كلها بعد ما تبخر بها بيتك وتبدأ يتحطيها في اي كيس بلاستيك في اي كيس بلاستيك بس كل ما تلاقي ان البخور بطل يطلع ده خنحطي تاني فوق الملح بخور وهكذا وهكذا وانتي مولع عين البتجاز تباعد شوية تلف شوية في شكتك وتبدأ تحطيها على عين البوتاجستاني وهكذا وهكذا بعد ما خلصتها تاخد كمية الملح والبخور دي اللي جمعتيها تهدى شوي خالص تسجع بمعنى صح وبعد كده تاخدها قبل ما تنامي ترشي منها يعني تكسم المجموعة دي على ثلاث يعني شوية وشوية وشوية في كيس بجر بطيهم او اي حاجة وابدقي رشي في قلب بيتك اول شوية في الليلة اللي انت بخرت فيها وتاني يوم بالليل هترشي برضو شوية فقط بدون تبخيرة ما تعمليش احنا عاملين من مبارح واليوم التالت كمان برضو هترشي شوية الاخرانيين او اخر شوية جسمتيهم من الملح والتبخيرة الحمرة او البخور الليلي خلاص كده يبقى انت بخرتي انت اول حاجة بخرت البخور على الملح في اول يوم ما بخرتش تاني اما خلال التلات ليالي او التلات ايام بالليل هتبدأ ان انت ترشي الملح اللي انت بخرت بيه ده ما ترميهوش ابدا وانتي بتقولي ايه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وترشي في اركام بيتك وترشي على الارضيات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين تمام لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بصوا الكلمات دي اولها واخرها ونصها دي بصي يعني عايز اقول لكم بتريح جدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين كلمات تقوليها في عز ديجك تقوليها في عز ما انت مظلومة تقوليها في عز ما انت فرحانة كشكر لله وتقوليها في عز ما انت زعلانة في عز ما انت مكتائبة في عز ما الدنيا كلها جاي عليك في عز ما امورك المادية زي الزف تقولي الكلمات دي ويعمل الطريقة دي وانت بترشي الملح قسما بالله تغير حياتك جدا جدا لكل ما تتمني كل ما تتمني قبول في اشياء في امور حياتك في شغلك بصي هتلاقي دايما كلمتك مسموعة بين ولادك وزوجك دايما يعني الامور هادية ما في الزعيق ما في الصوت عالي ما فيش خناجات بينهم وبين بعضيهم هتغير حياتك يعني بصي حرفيا بمعنى الكلمة مش عايزة ان انا ردد الكلام تاني وعيد تاني بس عايزة اقول لكم لو انت في جزئية من الجزئيات اللي انا قلتها مش فهماها اكتبيلي في التعليقات وعايزة اقول لكم التوقيت اللي هتعمل فيه الطريقة دي امتى بصي من بعد العشة لحد الفجر من بعد العشة لحد الفجر حطيها بين قصين انا سمعت اداني العشة وصليت اقدر اعملها في اي وقت مش لازم بعد العشة على طول او بعديه بساعة او ساعتين من بعد العشة ممدود لحد الفجر وبعد ما تعمليها ابدو اصلي الفجر ونامي وانت مرتاحة وعايزة اقول لك هتصحي تلقي كل امورك تغيرت تماما لكل احسن وكل صالح وكل خير وكل رزق وكل محبة وكل قبول وكل تفتيح يعني بصي هتعمل صد او عازل بينك وبين اي سحرة او حسد يدخل بيتك ويدخل لولادك ويدخل لحياتك عموما الحسد دخل جسمك او دخل بيتك او دخل لولادك او دخل حياتك عموما ومش راضي يطلع هتلقي بدأ يتفك وبدأ تظهر لك علامات بفك انواع السحر او جميع انواع السحر اللي عندك وكمان لو نظرة هتطق او تطلع من قلب بيتك بكل سهولة يارب تكون الطريقة سهلة وبسيطة ماكنش طولت عليكم وياريت ما تبخلوش علينا بلايك للفيديو وعملو اشتراك للقناة وفعلو زر الجرس للكل علشان يوصلكم كل جديد وانتظروا الايام الجاي هنعمل وصفات سهلة وبسيطة وحاجات كده يعني مفيش اسهل منها لا اله الا انت سبحانك اي expectations اختار انواع بقواستمر